ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط أوكرانيا تتهم بوتن بالسعي إلى توسيع النزاع بعد حادثة المسيرة الأمريكية اتهمت أوكرانيا اليوم روسيا بالسعي إلى توسيع النزاع في أوكرانيا ليشمل أطرافا أخرى بعد حادثة بين مقاتلتين روسيتين ومسيرة أمريكية فوق البحر الأسود وكتب رئيس مجلس الأمن الأوكراني يوليكسي دانيلوف في تغريدة الحادثة مع المسيرة مكيو ناين ريبر التي افتعلتها روسيا في البحر الأسود تشكل إشارة من فلاديمير بوتن إلى أنه مستعد لتوسيع رقعة النزاع لإقحام أطراف أخرى فيه ودفع سلاح الجو الأوكراني عن نشر طائرات استطلاع مسيرة أمريكية على بعد أيضا من المجال الجوي التي حدثت فوق البحر الأسود وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني عبر تلفزيون في كييف مساء أمس البحر الأسود ليس بحرا داخليا لروسيا مثلما احتلوا بحر أزوف ويعتبرونه ملكا لهم وضف أن البحر الأسود يحد أيضا دولا أعضاء بالنيتو من بينها تركيا ورومانيا وهذا هو السبب في عمل الطائرات المسيرة الأمريكية هناك على أساس قانوني ووفقا للجيش الأمريكي فقد استضمت طائرة مسيرة عسكرية أمريكية بمقاتلة روسية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود وقال الجيش إنه تحتم على القوات الأمريكية سقاط الطائرة المسيرة بعد الاستدام وقال أيضا إنتونوف إن الطائرة المسيرة كانت تجمع بيانات للقوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ ضربات دروسيا وهو نشاط غير مسموح به